تونس شهدت استفتاء في الأيام الماضية وهذا الاستفتاء كان استفتاء على دستور جديد في تونس تونس لديها دستور وضع عام 2014 ثم في 25 يوليو الماضي سنة 2021 اتخذ الرئيس قيس سعيد عددا من الإجراءات الاستثنائية التي وضعت تحت لافتة حماية الدولة منها تجميد البرلمان ثم حل البرلمان ثم تغيير الحكومة ثم تعديل بعض أوجه القانون اللي متعلق بالسلطة القضائية ثم فتح بعض ملفات الفساد وكثير من الأمور التي جرت في مياه التونس خلال هذا العام توجه هذا العام بالاستفتاء الذي يعني جرى منذ أيام على الدستور الجديد في تونس الدستور الجديد يعني وضعته لجنة ثم أدخل عليه الرئيس تعديلات ثم طرح للإستفتاء ويعني صار موجة كبيرة جدا من الجدل في تونس في مربعين أو فستطين أو وجيتين نظر كبار في هذا الموضوع وجيت نظر مؤيدة للرئيس وترى أنه يحمي مكتسبات الدولة ويقضي على عشرية كما يسميها الإخوة في تونس عشرية مظلمة شهدت حكم حركة النهضة وهي حركة الإخوان المسلمين في تونس والأحزاب المتحلفة معهم والتي لم تأتي بأي جديد وبأي خير بالنسبة لتونس على الجانب الآخر أو فستاط آخر مجموعة من أحزاب المعارضة منهم حركة النهضة ومنهم أحزاب أخرى لا تشترك مع حركة النهضة ولكنها تعادي أو ترفض الدستور قاطعت الاستفتاء ورفضت الدستور كما كان يعني متوقع من نتيجة هذه المقاطعة أن انخفاض نسبة المشاركة في الاستفتاء وصلت حوالي 27.5% لكن جاءت نتيجة الاستفتاء ما يخرج من 95% من المصوتين قالوا نعم للدستور وهو في الواقع كان استفتاء على الرجل رئيس تونس الرئيس قيس سعيد واستفتاء على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في الفترة الخلال العام الماضي وهي رسالة بأن هناك قطاعا من المجتمع التونسي يقف إلى جوار الرئيس أو خلفه ويؤيد التوجهات التي ذهب إليه الرئيس قيس سعيد هو أستاذ قانون جاء إلى الحكم في تونس على نحو غير متوقع يعني في وقت الانتخابات وكان ينظر إليه أنه يعني رجل منضبط يتحدث العربية حديثا جيدا وده ربما اللي جزى بانتباه الشعب التونسي وهو أستاذ قانون لم يأتي من أي حزب ولم يكن جزءا من مكينة الأحزاب السياسية في تونس ولكنه جاء من الطبق الوسطى في المجتمع التونسي إلى سدة الحكم في العام الماضي نتيجة الضغوط التي حدثت الاقتصادية الكبيرة جدا ونتيجة وباء الكورونا وما حدث في تونس من كثير من أوجه المظالم الاجتماعية والتي لم يستطيع النظام أن يتعامل معها والحكومات المتعاقبة التي هيمنت عليها حركة النهضة حتى لو كانت حكومات فيها اتلافات والبرلمانة التي كانت تهيمن عليها أيضا حركة النهضة لمدة عشر سنوات وكان رئيسه رشد الغنوشي زعيم الحركة لم تستطع أن تلبي مصالح الناس ولم تستطع أن تحقق أي إنجاز حقيقي للشعب التونسي هو ما جعله دايما في حالة قنوط استثمر طبعا الرئيس قصة عيد هذه الحالة ومضى في اتخاذ مجموعة من الجراءات الاستثنائية نالت تأييد قطاع من الناس وطبعا بعض الناس رفضتها لكن على الأقل استطاع أن يمضي في هذه الإجراءات لمدة عام وتوجد بالاستفتاء على الدستور الدستور في حد ذاته يعني هناك كلام كثيرا ممكن أن يقال بشأن يعني الدستور هو نقل تونس من حكم شبه برلماني كان يضع مركز السلطة وثقل السلطة داخل البرلمان ورئاسة الحكومة وأعتقد أنه كان المستفيد الأكبر من هذه المنظومة هي حركة النهضة طبعا لأنها كانت تمتلك أغلبية برلمانية واستطاعت أن تهيمن على اتلافات الحكومية فأنه نقل تونس من هذا النظام إلى نظام رئاسي بمعنى أن توضع الصلاحيات والسلطات أو الجانب الأكبر منها في يد الرئيس وبالتالي جعل يعني رماني تلميذان بالنسبة للنظام هو رئيس الجمهورية وليس البرلمان وليس الرئيس الحكومة فأصبح الحكومة والوزراء يعينونا من رئيس الجمهورية وحاسبونا أمامه البعض طبعا بيرى أن هذا النظام إنما يفتح الباب أمام مزيد من التسلط والسلطوية ولا يسمح بزوغ الديمقراطية البعض الآخر يرى أن في هذا حماية وأمان وضمانة للدولة الوطنية في تونس التي تعرضت إلى كثير من عمل التهديد خلال الفترة الماضية لكن في كل الأحوال هذا هو الدستور الذي استفتي عليه والذي وافق عليه الشعب حتى لو كانت نسبة الحضور ليست كبيرة وفي النهاية أصبح لدى تونس دستور النقطة اللي عايز أتكلم عنها هو ما بعد الدستور يعني إحنا دوقتي لدينا مجموعة من أحزاب المعارضة أو التي تعرض الدستور سواء كانت تدور في فلك حركة النهضة أو إنها تعرض الدستور من خارج حركة النهضة والأحزاب المتحلفة معها دول يعني يدعون الآن إلى انتخابات رئاسية مبكرة ولا أعتقد أنه سيستجاب إليه وهناك انتخابات برلمانية في شهر ديسمبر حسب خطة أو خارطة الطريقة التي أعلنها الرئيس هذه الانتخابات البرلمانية لا نعلم على وجه التحديد خريطة سياسية التي ستفرزها وطبيعة أو شكل البرلمان الجديد أو مجلس النواب في تونس لكنها على الأقل هي تمثل خطوة أخرى في طريق تشكيل ملامح النظام الجديد في تونس لكن المعضلة الأساسية التي تقابل الدولة التونسية الآن هي الوضع الاقتصادي الوضع الاقتصادي هو وضع متعسر جدا في تونس يعني في أحد أبعاده أن هناك يعني عجز شديد في ميزان المدفوعات ضغوط شديدة على الانفاق العام ديون متراكمة حتى تعد تونس واحدة من خمس دول يعني البعض يرى أنها قد لا تستطيع الوفاء بسداد الديون في الفترة القادمة هي تبحث الآن على قرد من صندوق النادي الدولي وربما الدستور ويعني نتيجة الاستفتاء ربما تعطي بعض القوة بالنسبة للرئيس قصة عيد في مفاوضاته للحصول على هذا القرد حيث كان يعني صندوق النادي كان بيشترط قبل ذلك التوافق السياسي ما بين القوى المختلفة التي يبدو فيها أن المجتمع السياسي متشرز في تونس فالوضع الاقتصادي أصبح الرئيس التونسي في اختبار قاس أمامه لأي حد سوف يستطيع أن يعبر هذا الوضع الخطير والوضع اللي فيه تحديات كثيرة ولا سيما أنه الذي أخذ على عاطقه تشكيل ملامح هذا النظام الجديد الدستور الجديد هو دستور الرئيس الاستفتاء على الدستور هو كان استفتاءا على قرارات الرئيس والدستور معه فالنتيجة الفعلية أنه وضع نفسه على خط المواجهة في سبيل تغيير شكل الحياة في تونس وتأسيس نظام جديد يواجه بحركة النهضة وخصومه من الطيار الإسلامي والذين في الواقع يعني رفضهم المجتمع التونسي لو كان المجتمع حال الآن يطلب وضع اقتصادي أفضل التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية فإلي حد سوف يستطيع أن يفعل هذا فدي طبعا أحد المعضلات التي ستقابله في المرحلة القادمة للوضع في تونس ولكن يعني اسمحولي ما حدث في تونس يعني النهاردة لما نيجي نتكلم على بعض وسائل الإعلام الغربية زي دوتشفيل بيقولك أنه فصل الختام في الربيع العربي يعني إذا اتفقنا على مصطلح الربيع العربي فإنما تقول دوتشفيل أن خلاص يعني المشهد في تونس الآن بهذا الاستفتاء هو فصل الختام في الربيع العربي في حين أن وسائل إعلام أخرى ترى أن ما حدث في تونس أنه انتصار واسترداد للدولة الوطنية والهوية الوطنية التي تعرضت إلى قدر كبير جدا من التحديات والمشكلات تحديات بالفساد تحديات بالإرهاب تحديات بمسخ الهوية الوطنية على أيدي حركة النهضة والطيار الإسلامي وذا في الواقع أنا أنظله أن ده فصل الختام في المد الإسلامي الذي حدث في المنطقة العربية والذي أثبت فشله على مستويات عديدة وفي مواقع مختلفة يعني مصر فشل فيها سنة 2013 النهاردة في تونس فشل فيها وحدث التحول الذي حدث في يوليو عام 2021 لما نيجي نتكلم على السودان حكم الإطالة الإسلامية يمكن حوالي 38 سنة 39 سنة خلالها يعني يعني قوض أساس بناء الدولة في السودان وتركها نهبا لمشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة تهدد وحدة وكيان المجتمع السوداني التنظيمات الإسلامية يعني ثبت في الفترة الماضية والتي يعني أعقبت ما أطلق عليه الربيع العربي وهي الربيع العربي ده كان بيعبر بالفعل عن أشواق في التغيير لدى قطعات واسعة من الناس في المنطقة العربية وبالأخص الشباب اللي كان نفسهم طموحين جدا في العدلة الاجتماعية والحرية والمساواة وجماعها من القيم اللي محدش يقدر يختلف عليها لكن القضية الكبرى أن الطيار الإسلامي الأكثر تنظيما في المنطقة العربية على الأقل الذي عاش في كنف الأنظمة السابقة والتي قوضت الحركة المدنية لكن الطيار الإسلامي استطاع أن يعني ينتعش في ظلها فلقينا أن بعد ما حدث التحول في هذه الدول بعد ما خرج زين العبدين بن علي مثلا في تونس وجدنا أن الطيار الإسلامي هو الذي هيمن على المشهد مثلما حدث أيضا في مصر بعد 2011 بعد تنحي الرئيس المبارك في فبراير 2011 وجدنا أن الطيار الإسلامي أيضا تقدم المشهد وهيمن على المشهد السياسي في ضعف النخب المدنية الموجودة داخل هذه المجتمعات وعدم قدرتها على إدارة نظام سياسي جديد أو حتى مرحلة انتقالية يمكن تقود إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي وتنموي أنا أتذكر أن راشد الغنوشي كان في المنفى وعاد إلى تونس وخرج أنصار حركة النهضة بالمئات وربما بالألاف إلى مطار قرطاش في تونس واستقبلوه يعني بالأغاني وبالأنشيد ويعني حتى أنشدوا له يعني النشيد الإسلامي الذي يقال في مناسبة الهجرة والتي يعني غدا الاحتفال بها وبنهني المصريين وكل المشاهدين بالعام الهجري الجديد يعني لكن خرجوا إلى راشد الغنوشي وهللوا له في المطار وطلع البدر علينا ويعني كأنه جاء المنقذ الذي يستطيع أن ينقذ المجتمع التونسي ولكن كما رأينا كانت عشرية يصفها التونسيون أنفسهم بنا عشرية سوداء شهدت وضع اقتصادي متأزم وشهدت أيضا درجات كبيرة من الفساد حيث أرادوا أنهم يورسوا يعني الحركة الإسلامية تورس الأنظمة السابقة بنفس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ولا تحمل أي مشروع اقتصادي ده اللي بيدعنا أن احنا نفكر لماذا تفشل الحركات الإسلامية يعني ليه الحركات الإسلامية لم تقدم نموذجا واحدا ناجحا في إدارة شؤون الدولة والمجتمع على مدار يعني عقود في أي دولة داخل المنطقة العربية أنا أعتقد الحركات الإسلامية هي حركات حجد وحركات استعراض عضلات وقدرات تنظيمية على جمع المؤيدين والأنصار ولكنها تفتقر إلى الفكر وبالمناسبة اللي أنا بقوله ده كثير من الكتاب زود توجهات الإسلامية يذكرونه في مقالاتهم وفي كتابهم أن الحركات الإسلامية لم تقدم فكرة للمنطقة العربية ولم يكن يوجد بها مفكرون بالمعنى الحقيقي يوجد فيها منظرون لهذه الحركات أو ناس تعبويون أو دعاء لكن لم يوجد فيها مفكرين حقيقيين يستطيعوا أن يقدموا مشروع اقتصادي واجتماعي للتغيير في هذه المنطقة والدليل على هذا أنه لما جي الإخوان المسلمين في مصر ورسوا نفس السياسات المتبعة من الحزب الوطني ولما راحوا في تونس ورسوا نفس السياسات المتبعة في نظام زين العبدين بن علي ولم يقدموا أي تغيير وساءت الأوضاع ساءت الأوضاع ليه؟ لأنه ما عندهمش رجال دولة لا يعرفون فن إدارة الدولة داخل هذه المجتمعات هم بس يعرفوا التمكين والحشد والقدر على المنورات السياسية ولا يتحدثونها في السياسة عندما يأتي في قضايا فنية في التعليم في الصناعة أفكار كثيرة جدا لا يناقشونها ولا يوجد لديهم أي بداء السياسات ممكن يطرحوها غير السياسات المتبعة فدي طبعا من الحاجات اللي جعلت فرص البقاء بالنسبة لهذه التنظيمات ضعيفة لأن أوضاع المجتمعات ساءت كثيرا ولم يستطيعوا أن يقدموا لها أي يعني مشروع اقتصادي والاجتماعي ينهض بهذه المجتمعات قس على هذا أن نظرتهم للديمقراطية ذاتها كانت نظرة قاصرة وضعيفة وشكلانية وفيها قدر كبير أيضا من التأمر يعني هم عايزين يعني يستخدموا النظام الديمقراطي للوصول إلى السلطة ثم ينسون الديمقراطية بعد ذلك وده طبعا يتصق مع أدبياتهم مع فكرهم بمعنى أنه لا يؤمن بقيم الديمقراطية أصلا فتيجي تسأله هو يؤمن فقط أن فيه صندوق انتخاباته فيه ناخبين يستطيع أن يحشدهم بأي طريقة من طرق الحجل ويصل بيهم إلى السلطة ولكنه عندما يصل للسلطة لا يطبق القيم الديمقراطية لا يطبق المساواة بين الرجل والمرأة تطبيقا كاملا لا يحترم التنافس السياسي مع القوة الأخرى باعتبار أن له قوامة دينية وأنه الأكثر نزاهة والأكثر تدينا في مواجهة الأحزاب العلمانية وهذا كلام جرح حقيقي لا أيضا يحترم حرية التعبير بالمطلق ويقيدها ويقيدها بسيف آخر من سيوف الاستبداد وهو الاستبداد الديني بمعنى أنه يستطيع أن يحدد ماذا يقال وكيف يقال واتصاق هذا مع الدين وفي كثير من الأحيان يقدمون وجهة نظر لا تعبر عن صحيح الدين أو وسطية الدين في قضايا عديدة جدا أيضا هم يعني لا يدركون من نظام الحكم سوى التمكين بمعنى أنه يعتقد أن جهاز الدولة هو غنيمة يعني التفكير بالحرب أو التفكير في إدارة النظام السياسي بمنطق الحرب والغزو هو التفكير الذي يحكم هذه الجماعات فهو يعتقد أنهم استولوا على نظام الحكم أو جهاز الدولة وجهاز الدولة أصبح غنيمةًا له فهو لا يعبر عن الدولة ولا يعبر عن الدولة الوطنية ولا يعبر عن المواطنين اللي موجودين داخل الدولة ولكنه أصبح غنيمة لهذه الطيرات وبفكرة الغنيمة بمعنى أنه يستولى على هذا الجهاز وأنه يزرع أنصاره فيه وأنه يحصل على المزايا لنفسه ولا يعطيها لغيره وأنه يصبح مالك هذا الجهاز ويحكم قبضته عليه ويستخدمه وسيلة في إكراه الآخرين في العمل السياسي أو ترويع الآخرين باعتباره أحد الأدوات التي يمتلكها لأنه الأغلبية وهو طبعا يستخدم مفهوم الأغلبية والأقلية مفهوما خاطئا فالأغلبية والأقلية ليست أغلبية دينية ولكنها أغلبية سياسية قد تكون اليوم في الحكم وغدا قد تكون في المعارضة ولكنهم لا ينظرون لأنفسهم أنهم سيكونون في المعارضة إذا وصل الحكم لماذا؟ لأنه لا يجب أن يتركوا الحكم لصالح أي فصيل آخر حتى لو نجح في الانتخابات لماذا؟ لأنهم عندما يصلوا إلى السلطة لا يؤمنوا بالانتخابات ذاتها فيصبح في النهاية أي محاولة لزعزعتهم هي محاولة لزعزعت المتدينين الذين يطبقون شرع الله هم لا يفعلونها كذا بالمناسبة وبالتالي لا يجب أن يسمح لأي فصيل آخر أن يصل إلى السلطة أو أن يزيحاهم من السلطة حتى ولو باستخدام أساليب ديمقراطية هذه الصورة اللي احنا شفناها في كثير من التطبيقات الإسلامية في المغرب سقط يعني الحزب الإسلامي ولكن في الانتخابات في دول أخرى لم يستطع أنه يستمر شفنا بعد أنماط المشاركة ما بين أحزاب علمانية أو مدنية وبين أحزاب إسلامية أمرأة أصير لم تستطيع أن تدون فترة طويلة والسبب في هذا أنهم دايما ينظرون نظرات فوقية وعلوية ونظرات هيمنة وإقراه لمن يتحالف معهم أو لمن يمارس معهم أصول الحكم أو طريقة الحكم في المجتمعات يعني أنا شايف أن المشهد في تونس ليس كما ذكرت دويتشفيل أنه فصل الختام في الربيع العربي ولكن أنزل إليها نظرة أخرى أنه فصل الختام أو أحد فصول الختام بالنسبة لمفهوم الإسلام السياسي والهيمنة الحركات الإسلامية في الحكم